عمي أساتفقه مسدس راضي بيها بس بالطيارة مسايرة وصور بيوت العشيرة يهدل برباعية وبي كي سي وثلين لازمين للشريط والنوب يصور روحها ويطلحها بالتلفزيون إذن ذول ليش ما ينكسرون من العشائر ليش ما عشيرتهم تتخذ بهم قرار والنوب المشكلة قام بيصور الشيخنا ويطلع على قوة هذا يتغاوى عدكم سطوة على ولدكم الكل يروح يسلم سلاحها يا بس شيخ العام يقول السلاح ما يضل بالعشيرة والعدة سلاح يروح يودي للدولة حتى نخلص وننتهي من هذه القضية حتى يحكمنا واحد لو الدولة لو العشيرة تقدرونها هاي مثلا إذا صارت يسوونها سنينة السلام عليكم حياكم الله بالنسبة إذا السلاح السلاح موجد هو العشيرة العشيرة قبل أثر يعني هذا مكان بالسيف العشيرة ساعدنا أبسط مثال إذا نأخذ أطفالنا إلى محل مالألعاب مختلف الألعاب أول ما اختار أما بندقية أو مسدس هذا الشيء هذا جربناها وسويناها عمليا ودينا عدة أطفال وديناهم على محلات ألعاب اختار هذا الشيء بالنسبة إلى العشيرة اليوم إذا عدها سلاح العشائر هاليام تتفاخر بسلاحة ترى تتفاخر بسلاحة مع الأسف مع الأسف مع الأسف تتفاخر لبتوفق مرخصتك دعنا أكمل حديثي بس مرباعية لا لا يتفاخر بسلاحة شنو والله أنا عندي سلاح ثقيل أنا عندي شيء هذا غلط هذا غلط هذا غلط نحن اليوم سلاح نحتاجه مثل ما احتاجيناه بالفتوى وبقتها احتاجيناه لأيش وقت الوقت مشكلة اعتداء يصير على البلد يمكن تروح إلى الناس والعشائر مثل ما اجت بالفتوى الجهاد الكفائي طلعت المجتمع البصري كله والعراق كله طلع ما احتاج سلاح من الدولة يمكن بسلاح حمراحة ووليان على ما توفرت احنا اليوم الناشد ولدنا كله بان السلاح حتى اذا قطعة سلاح يعمل نفسه طبعا احنا مو بلد كل عبادة خالين من اللصوص خالين من التهجم لا يا اخو خالين من العصابات خالين من شيء السلاح يجب ان يكون سلاح خفيف يدافع عن نفس الشخص بس السلاح الثقيل لا هذا السلاح يجب ان يسلم للدولة خالين تشوف شيخ وليد حتى نرجع من الشيخ الجهة الثانية انت تتفق مع ما قال الشيخ انه توجهون دعوة للشباب انه ضرورة اولا احترام القانون وتطبيق القانون الله الرحمن الرحيم نرحب بك استاد نجيم الربعي في بصرة الخير والعطاء حياك استادنا العزيز ان شاء الله الشيوخ كفوا ووفوا احنا بالنسبة للسلاح الثقيل من الضروريات من الضروريات ان يسلم للدولة اما السلاح الخفيفة ضروري يبقى عدى المواطنين وعدك اكو عشائرها ساعدها سلاح ما شاء الله بس يوم اكو يوم من الايام ثارت بطلقة من عنده لا احد الرموز يدرون اخشوخ الاكارم المرحوم الشيخ عزيز النائبث الاول ما للشيخ العام ما للشيخ عشية عطب توفي في حادث طلقة واحدة ما اثارت اربعة يام خبس سامب الفاتحة مالته يعني اكو 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 سلاح بيدع عشائر مسيطرة عليه ما منفلت واكو عشائر على طهر ابني طور واقع بي كي سي دبابات من جميع الانواع هذا هو هذا لازم يسلم اما انت من يقول مثلا اكو مسيطرة على عشائر اكو مسيطرة على عشائر الصير ما اقول لك مئة بالمئة بس اكو عشائر تسعين بالمئة مسيطرة على افرادها احنا نحتى على الموزيان الزيان مضمون نعم احنا نحتى على هاي الظواهر موجودة هاي حال هبيد الدولة حال هبيد الدولة القانون ما يفيد هلا القانون اشتركوا في القناة